التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالمهندس المعماري الأمريكي العالمي أدرين سماث المصمم والشريك بشركة أدرين سماث أن جوردون جيل للهندسة المعمارية وخلال اللقاء عرض مسؤول شركة مشروع إقامة بورجن عملاق بالعاصمة الإدارية الجديدة كاستثمار مشترك بين شركة مصرية وأخرى سعودية بحيث يتم إقامته وفقا للمعايير البيئية المستدامة وقال سماث إن إقامة مثل هذا المبنى بمصر سوف يمثل امتدادا للتميز المصري التاريخي بمجال العمارة منذ عهد الفراعنة من جانبه رحب رئيس الوزراء بالمشروع المقترح لما يعكسه ذلك من اهتمام من جانب كبرى شركة العالمية بالاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة كمدينة واعدة وجاذبة للاستثمار